حلقة النهاردة هتبقى موايزة جدا ومن الحلقات اللي اعتقد ان كتير منكم بيحبوها وليها علاقة بالهجرة النهاردة هكلمكم على حاجات لازم تعرفوها قبل ما تهاجروا الى كندا او لو انتو ناويين تهاجروا الى كندا او لسه جايين كندا زيجا يا جماعة اهلا بكم في حلقة النهاردة رقم واحد كندا جواها مش وحش اوي زي ما الناس بتقول الصيف عندنا بصراحة جنة احلى مكان ممكن تكون فيه في الصيف مونتريال وحتى المدن التانية ولكن المشكلة في الشتاء الشتاء عندنا بيبدأ البرد من شهر اخر تسعة او شهر عشرة وبيكون شهر عشرة حداشر اتناشر شهر واحد اتنين تلاتة واربعة سبع شهور الدنيا بتبقى برد شهر اربعة لما ييجي يضرب فيك مش بتحس بالبرد اوي لان الحرارة بتنزل مثلا لحد تمانية ولكن التمانية دي بتبقى دافية بالنسبالك وحتلاقي نفسك لابس تشيرت مثلا وسويتر لان في الشتاء في شهر مثلا واحد واثنين وتلاتة الحرارة بتبقى تحت الصفر بعشرين او ساعات تلاتين الشتاء اللي فات كان عندنا شتاء خفيف ولكن الدنيا سلكت وكان شتاء قصير وبالتالي لما جيه شهر اربعة الحرارة كانت مثلا اتناشر تلاتاشر وده كان اصلا بداية الصيف بتاعنا يعتبر حرارة في الصيف بيوصل الى تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين والعادي او الافرج بيكون مسلا ستة وعشرين فالدنيا بتبقى حلوة جدا طبعا لما تقارن الموضوع ده بدول تانية زي الخليج الخليج بيبقى الى حد ما جهنم في الصيف وانا بالنسبالي ان الصيف في الخليج ما ينعش فيه نفس فكرة الشتاء في كندا ولكن طبعا انت في مزاجك انهي احسن ايه اللي انت بتقدر تستحمله اكتر انا مسلا بستحمل البردة اكتر من ما بعرف استحمل الحر الحر ده بيسيحني خالص وبس تحمل الشتاء اكتر لانا في الشتاء انت ممكن تلبس وفيه جاكتات معينة ممكن تلبسها كالحاجة اللي انت المفروض تعرفها الشتاء بيبقى قاسي جدا والجاكت اللي انت المفروض تلبسها تأكد ان هي انسوليشن وفيه جاكت معينة للشتاء وخلي بالك الجاكت اللي هي معمولة للشتاء بيبقى فيه مكتوبة على الجاكت انها توصل لحرارة تحت الـ 40 بصفر جاكت زي ده حيدف فيك تماما ممكن اصلا تلبس تيشرت او تلبس يعني حاجة بكمة طويل والجاكت وبس خلاص كده مش محتاج تلبس مليون الف طبقة تحت بعض تاني حاجة الولايات مش زي بعض خالص مونتريال اللي انا فيها غير انتاريو تماما غير فانكوفر او بريتش كولومبيا تماما والتلاتة دول هما التلاتة الاساسيين الحاجات التانية اللي هي زي وينسور ونيو برانزوت محدش بيهاجر هناك يعني احنا كلنا كعرب او الناس زي الهنود وكل الناس دي لما بيجي يهاجروا لكندا اما بيروحوا مونتريال اما بيروحوا انتاريو اللي هي فيها تورونتو اما بيروحوا بريتش كولومبيا اللي فيها فانكوفر ايه الفرق ما بين التلاتة فانكوفر اغلى مدينة في العالم او من توب فايف اوائل خمسة اغلى مدن في العالم كله على القرى الارضية فدي حاجة لازم تعرفها عشان تجيب لك مثلا تأجر لك شقة غرفة نوم هممكن تلاقي نفسك بتدفع بسهولة 3000 دولار في الشهر الحياة هناك طبعا ممكن يكون فيها شوية فرص اكتر ولكن متسيطرة من الصينيين فانكوفر كلها صينيين مليانة صينيين لدرجة ان لما تنزل المطار بتاع فانكوفر هتلاقي ليفط بالصين فالموضوع غريب جدا يعني المدينة بالنسبة لي انا انا روحتها كتير جدا مش قد ما الناس بتقول بحس ان مفيش اي نوع من ستراكتشر معين موضوع عشوائي شوية ولكن المناظر حلوة جدا الجبال وكل ده وجوها يعتبر احسن جو من الثلاث ولايات لما ذكرتهم دولاتي انتاريو انتاريو مش زي الاول انتاريو يختلف فيها الاسعار تورونتو برضو من اغلى المدن في العالم كلها ولكن بقية الاماكن برضو غالية ولكن مش زي تورونتو في فرص عمل اكتر في انتاريو وتورونتو ولكن مليان هنود اصلا يعني بقينا نهزر مع بعض ونقول ان انتاريو بقت بنجليديش الموضوع افور تماما تماما بشكل غريب جدا واحساسك بان انت عايش في كندا ما بقاش موجود اه الموضوع بقى سيء للدرجات دي مونتريال مونتريال ارخص من التلاتة ولكن برضو تعتبر غالية جدا مونتريال غلوتها في الضرائب بتاعتها فلو انت دخلك عالي هتدفع الضرائب كتير اعلى ولاية فيها ضرائب هي كيوباك اللي هي مونتريال يعني تاني حاجة مفيش هنود كتير زي ولا صينيين زي فانكوفر وزي او زي بريتش كولومبيا وزي انتاريو فيها مالتي كولتشر عالي جدا هتلاقي صلطة من كل انواع الناس واصناف الناس في عرب كتير جدا في مونتريال بذات لبنانيين ومصريين هتلاقي صينيين هتلاقي هنود بس مش بالكميات الكتيرة اللي بنشوفها في الولايات التانية فده اول فرق تاني فرق زي ما قلتلكم الجو مونتريال او حاجة جو بريتش كولومبيا احجة جو تورونتو او انتاريو في النص حتة الغلو كلمنا عليها الحياة الاجتماعية مونتريال من احلى المدن اللي ممكن تعيش فيها من ناحية الحياة الاجتماعية والخروجات والفسح والصحاب وكل ده وحتى لو انت ليك في الصهر والكلام ده مونتريال لا شيء يقارن بيها بصراحة حتى من الولايات يعني ممكن لو هنقارن مونتريال بأي مكان هنقارن بقى في امريكا بقى حتة زي مايامي مثلا طبعا احسن نيويورك انا دايما بعتبر اصلا مونتريال نيويورك صغيرة جدا واللي حلو في مونتريال ان فيها جزء اوروبي تماما اللي هو جنب وسط البلد والت بورت اللي هو جنب النهر قريبا ما وسط البلد بتحس ان انت في اوروبا الاراضي والمباني وكل ده في كيوباك هي اصلا اوروبية فرنسوية فبتحس ان انت اصلا مش في كندا والموضوع جميل جدا الخروجات والمطاعم وحتى يعني لو انت ليك في الصهر اشكال الناس احلى من اي ولاية تانية هتشوف جمال بلا نهاية في مونتريال الصهر في مونتريال فضيع حتى العالم بتاع العربيات حلو جدا هنا انا 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 شايف انه ممكن تمبسط اكتر بكتير في مونتريال وطبعا هنا في عرب كتير جدا فانا اكيد عايزكو كلكو تيجو بمونتريال حاجة كبيرة برضو فرق ما بين الولايات لازم تعرفها فرص العمل فرص العمل في مونتريال اقل واوحش مكان ممكن تلاقي فيه فرص عمل لو انت جاي من مونتريال فكر في رقم واحد اما تعمل بيزنس بتاعك اما تفتح صيدلية او تفتح مطعم او تبقى انتربرنور نوع ما او اذا انت ناوي تشتغل او تدور على شغلانة لازم تتعلم فرنساوي مفيش حل تاني مش هتعرف تسلك هنا غير لو انت بتتكلم فرنساوي لو انت بتتكلم فرنساوي ممكن مثلا بتعلم حاجة معينة تكون مثلا بتصلح تلاجات كهربائي كل حاجات دي مفيدة جدا لاي مكان في كندا بس بالذات في كيباك لانا عندنا نقص من الحاجات دي فمن الحاجات دي تلاقي مرتبك ممكن تلاقي دخل تعمل دخل 150 الى 200 الف دلار في السنة فتعلم فرنساوي اتعلم واحدة من المهن دي اللي بيسموها تبقى السباك والسباك هنا بيعمل فلوس نار نار لان ما فيش سباكين خالص وتشرج بقى براحتك بقى 70 في الساعة 150 في الساعة حاجات زي كده بكلمك بجد والله وانا بحاول انصحك عشان قبل ما تيجي تعرف تعمل ايه وتعرف تنقي ايه في الشغل ممكن برضو في كيباك تشتغل شغلانات حكومية ولكن برضو لازم يكون عندك لغة الفرنساوي حاجة تانية ضرائب ايوة هتدفع ضرائب كتير عندنا العلاج او المستشفيات ببلاش ولكن مش زي بعض في كل ولايات منتريال عندها اوحش من كل ولايات كندا المستشفيات هده مزدحمة جدا وعشان تلاقي او تاخد معا الدكتور زمانك هتبقى ميت يعني مثلا نفترض ان لها سمح الله اكتشفوا عندك يمكن حاجة سرطانية صغيرة خالص ممكن تتحل بسكولة حقيقة مثلا اقولك اقرب معاد كمان ستة شهور هاتيجي كمان ستة شهور هتبقى ميت في الشهر الخامس اصلا والعملية هتكون بايزة خالص الموضوع مش نفس الحاجة في الولايات التانية الولايات التانية الهيلف كير احسن بكتير مش قوي بس احسن بكتير لازم برضو تكون عارف ان الموضوع مجاني لان الضرائب بتاعتك بتدفع لكل الكندا زي التعليم التعليم برضو مجاني في كندا التعليم شغال يعني او المدارس العامة يعني شغالة وحلوة جدا مش زي امريكا خالص احسن بكتير طبعا المدارس الخاصة غالية جدا ولكن لو حتدخل ولادك مدارس خاصة الال تأكد ان هم كويسين في الدراسة نرجع للهيلف كير سيستم والمستشفيات وكده مونتريال او كيباك مصيبة في الموضوع ده ولكن طبعا الحلو ان انت لو جات لك حلطة وارق هياخدوك على طول يعني فاكرين انا كلمتكم من كذا شهر كانت جات لي جلطة في رجلي بعد سفرتي او رحلتي من دبي ولما حسيت بيها روحت المستشفى ممكن بقى ايه تمثل شوية يعني يقول لهم انا حاسس ان انا ضربات قلبي مش عارف ايه وحاسس ان انا في عندي ضيق في صدري عندي ضيق في صدري ما اعتقدش ان انا هكمل الليلة دي لا الهي تمثلك كده شوية هياخدوك على طول وهيعملولك الالترا ساوند وبتاع ويعالجوك على طول يعني فانت برضو ايه لازم تكون فاهم الحاجات التركات دي لما تيجي تروح المستشفى لو انت عيان وعايز دكتور يشوفك اعمل ميت اعمل بص اكدنا قدامك اربع ساعات وكتبت الوصية بتاعتك وبتودع وبتقول الشهادة وخلاص هتبتكل فهي دي احسن طريقة انك تخش على طول في الاميرجنسي لان ممكن برضو تروح المستشفى ولكن لما تروح المستشفى وتستنى في الاميرجنسي لو مثلا قسرت ايدك مش هتعرف تمثل اوي يعني شايفين ايد مكسورة يعني حتستنى لك الثمان ساعات مثلا الثمان ساعات هتوضل باستنى ثمان الى عشر ساعات ليه؟ لان بياخدوا الاولوية فلو مثلا انت دخلت بايد مكسورة وعمك دره برضو دخل وبمثل ان هو مش قادر يتنفس فهما هياخدوا دره حتى لو دره جيب عديك وانت بقى لك مستنى ست ساعات لان الموضوع اولوية والموضوع ان ما فيش مستشفيات تكفي نسبة السكان الموضوع بسيط جدا فدي مشكلة تانية حاجة تانية لازم تعرفها على كندا احلى مناظر هتشوفها في حياتك عينك هترتاح جدا بالذات لو انت في بريتش كولومبيا بريتش كولومبيا المدينة عينك بترتاح للمناظر والكباري وكل ده مونتريال زي مولتلك شبيهة لنيويورك شوية فما عندهاش نفس المناظر ولكن فيه مناطق زي المناطق اللي انا عايش فيها وفيه منطقة اسمها مونت رويل جنب الجبل المناطق دي تبقى غالية شوية والضرائب اللي فيها غالية يعني الدرائب مثلا على البيت اللي انت بتدفعه السنوية بتبقى النسبة بتاعتها اغلب كتير من المناطق التانية ولكن الطبيعة اللي فيها بصراحة بتبقى حاجة تجنن خالص وعينك بتتعود على الموضوع ده المساوة بقى ان انت لما تيجي ترجع مصر عينك ما بتبقاش مرتاحة باللي انت بتشوفه فانت بتتعود على الخضار والجمال وساعات انا بشوف حيوانات برا زي مثلا تعلب زغير وحاجات زي كده وانواع الطيور والطيور بتغني الصبح فالحاجات دي كلها مريحة جدا 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 للروح وانت كمان ممكن اللي حلو في كندا ان في كل حاجة اللي انت عايزه موجود فانت لو عايز طبيعة في طبيعة لو عايز تعيش بعيد عن المدينة في اماكن ارخص بكتير موجود برضو عايز تعيش في وسط المدينة وحاس انت في نيويورك والكلاب بتاعت والبنات وبتاعه وكل ده موجود عايز تعيش حياة عملية في منطقة كلها بيوت وعوائل وكده موجود برضو فدي الحاجة الحلوة جدا في كيباك نفس الحاجة برضو موجودة في اونتاريو نفس الحاجة موجودة برضو في فانكوفر فانكوفر اكتر المناظر الطبيعية موجودة اكتر اونتاريو بالنسبة لي اسوأ مكان العين لان حاسس ان هي السادة شوية هو في كل حاجة انت عايزها ولكن مش بنفس الخامة بتاعت كيباك اخر حاجة لازم تعرفها لما تيجي تهاجر لكندا عموما ما تعتمدش على اي حد هتبقى معتمد على نفسك ومع السنين هتحس ان انت مش محتاج لاي شخص يساعدك في اي حاجة اعتمد على نفسك توكل على الله هتاخد وقت لحد ما تعمل صحاب ولكن لما تيجي تعمل صحاب كل اصناف الناس موجودة لاختيارك لو انت مثلا عايز صاحب عرب فقط موجودين لو انت عايز صاحب عرب متدينين ازا كان مسيحيين او مسلمين او اللي اتنين عادي او واحد من اللي اتنين بقى انت ادمغك كده يعني برضو موجود عايز صاحب اجانب بس موجودين عايز صاحب اجانب بس مالهمش في الصهرات وبتاعه وبيبقى ليهم في الحاجات بقى اللي هي الماشي في الغابة والكوفي شوف والحاجات الظريفة دي موجود عايز بقى صحاب بقى الشمال خالص بقى ومخدرات بالليل موجودين برضو عايز صحاب عرب بس برضو بتاع قلبات ومخدرات وعصابات موجود برضو عندك كل حاجة هنا موجودة ولكن عيد تاني لا تعتمد على اي شخص اعتمد على نفسك فقط وتوقع ما تتوقعش الناس هتساعدك مش عايزك تيجي ويكون عندك التوقعات ان زي عندنا مثلا في مصر تكلم اي واحد بزنوق في حاجة ما تعملش كده اعتمد على نفسك ممكن تلاقي حد يجي يساعدك ولكن الموضوع ده بيطفي الناس منك وحاجة تانية عايز اقولها لك في صفة الموضوع ده ما تشتكيش ما تعملش غالبان ما تعملش ضحية دور الضحية ده فكدين انا قلت لكم ما تلعبش دور الضحية انا واخد الموضوع ده من خبرتي في كندا ما تلعبش دور الضحية الناس ما بتحبش اي واحد بيتمسكن على نفسه يقول لك اه حياتي صحبة بس الحمد لله يعني اه على قد حال يعني لا تتكلمش خالص عامل ايه كويس وزي الفل بص بقى بيتك بيولع بتطلق بزنس بتاعك بيخسر اه هتهاجر مصر كمان شهرين عامل ايه زي الفل كل حاجة مية مية الناس عايزة تسمع كده لما بيبقى عندك صحاب بقى قريبين منك ليك بعد كذا سنة ساعتها بقى ممكن تفتح صدرك وتشتكي وتقول فعلا مشاكل لعدك ولكن الناس ما تعرفهاش او ما تعرفهاش كويس او في الجيم وبتاعه كده فقط يعني ام جود برو وده يا جماعة اللي حبيت اعرفهلكم قبل ما تهاجروا كندا وانا اشجع العرب كلكم تيجوا كندا اه ليه بسبب اناني بصوح بحب العرب وحطب بصت هنا طبعا لو شفت درة وده بيحصل كتير لو شفت درة تعال تصور معايا اي وقت اشتري برنامج مخصص والله العظيم هتساعدك في حاجات كتيرة من الحاجات اللي انت ممكن تعملها في كندا انك تبقى بس لو في كيباك طبعا هيساعد ان انت تتكلم فرنساوي في الولايات التانية لا مش محتاج اللغة الفرنساوي ولكن ازا عندك بروجرام من الضرة هيساعدك كتير جدا 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 وازا ما عندكش الامكانية انك تشتري بروجرام 12 اسبوع مخصص ليك بزبط لك الدايت بزبط لك برنامج التمرين مخصص برضو على هدافك برنامج مكملات ازا ما عندكش الامكانية انك تشتري ده ممكن تشتري كتاب التمرين اسلوب دمرها ده حيلخص لك وقت كتير جدا في تعليمك لمفهوم التمرين والبناء العضلي لان البناء العضلي مبني على علم وفي طرق اسهل بكتير من الطرق العادية اللي احنا متعودين عليها فانا بشرح لك مفهوم البناء العضلي انك تبني عضلات باسرع طريقة ممكن باسلوب التمرين نفسه باسلوب العدات والمجميع وامتى تقف وامتى تكمل وامتى تزود مجموعة وامتى تقلل مجموعة لان في الحقيقة مفيش عدة مجميع لازم تعملها ولا عدة عدات لازم تعملها كلها بالاحساس ولكن انا بشرح لك الاحساس المعين ده وازاي تعرف ان انت وصلت له وازاي تغير من تمرينة لتمرينة فالموضوع حيوفر لك وقت كتير جدا وعلى فكرة تمن كتاب اسلوب دمرها بتمن وجبة ميكدونالدز وسيبلكوا اللينك تحت واخر حاجة طبعا فيه كتاب الوصفات اللي هو كتاب مية وصفة ده برضو حيساعدك في كندا لو انت جديد في البلد حتضطر لتتعلم ان انت تطبخ لنفسك الكتاب ده حيساعدك جدا 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 لان كل المكونات مبنية على المكونات اللي موجودة برا او في الخليج فلو انت في الخليج او لو انت عايش او جاي كندا او امريكا او اين كان الكتاب ده حيساعدك جدا كل وصفة من الكتاب من المية وصفات كاتب لك فيها السعرات والماتروس بتاعت كل وقبة يعني منتكلم على البروتين الفات الكارب كل ده موجود فانت تعرف تعمل الدايت بتاعك بنفسك وده فيديو النهار ده يا جماعة تمنى نشوفكو ان شاء الله الحل اللي جاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة